اشتركوا في القناة شاركت في المسابقة الوطنية لحقوق الطفل التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أنا التي سألت عن كينونتي فقيل لي حالة خاصة فبحثت في زوايا حقوقي فعلمت بأنني حالة إبداعية خاصة اختارني الله لأكون اختبارا حقيقيا لأسرة ومدرسة ووطن يوم شاركت في المسابقة حسيت أنه بشعور الآخرين يعني بحقوقهم ولازم نعرف يعني مهما كان اختلافات جنسيات أي شيء لازم كل طفل يأخذ حقه باكتمال أبي أوصل فكرة أنه لازم المعاقية يأخذ حقه لأنه إنسان نفس واق البشر المسابقة الوطنية الثالثة لحقوق الطفل مبادرة أطلقها معهد البحرين للتنمية السياسية بعد صدور قانون الطفل الذي شكل إنجازا ومكتسبا حقوقيا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان حيث يمثل إطارا قانونيا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة من كافة النواحي اليوم البرنامج اللي شفناه هو موجه للقاعدة الأكبر وهي طلبة المدارس مشاركة أكثر من 1500 طالب موجه إلى 150 مدرسة هذا البرنامج أنا أعتقد حقق جزء كبير هناك الكثير من الحقوق ولكن بنفس الوقت هناك الكثير من الواجبات تعزيز الهوية الوطنية هي مسؤولية المجتمع البحريني بشكل عام أعتقد معهد التنمية السياسية اليوم قاعد يقوم بدوره في نشر الثقافة السياسية تعزيز الهوية الوطنية تأكيد على أن الطالب خاصة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثنوية قبل وصوله إلى مرحلة الجامعة يجب أن يعرف أن هناك واجبات هناك ثوابت يجب أن يلتزم بها تهدف المسابقة إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون حقوق الطفل وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة التي تتيح للطلبة فضاء رحبا للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي الهدف المسابقة أن نعرف بقانون حقوق الطفل حتى ينشأ الطفل يعرف حقوقه ووجباته كمواطن يعبر عن هذه الشيء بأعمال فنية بطريقة جميلة سواء كان المسابقة تشتمل الإنشاد، المسرح، الشعر، تصوير الفوتوغرافي، عمل أفلام قصيرة يذكر أن النسخة الثالثة من المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية في البحرين بجميع مراحلها وكان المعهد قدشن فعاليات المسابقة في شهر سبتمبر الماضي حيث تسعى إلى توعية الطفل بحقوقه وواجباته وتعزيز ثقافة الموطنة وقيام حقوق الإنسان لدى الطلبة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التسامح والعمل التعاوني لديهم سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيوني